تحية المساية المعطرة لكل متابعي قناة الديار الفضائية ولنسهلا بكم في جولة جديدة من جولات المشهد الرياضي لهذا اليوم والتي خصصت لمناقشة كثير من المواضيع التي تعنى بالمنتخب الوطني الاراقي لكرة القدم ومشواره في تصفيات كأس العالم في روسيا عام 2018 ما جرى وما حدث من تصريحات وأحداث رافقت مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإماراتي والتي انتهت بخسارة المنتخب الاراقي بهدفين دون مقابل كل هذه الأحداث والتصريحات كيف راها أهل الكرة وما هو ردود أفعال الإعلام كيف تعامل الإعلام الرياضي العراقي مع مباراة العراق مع المنتخب الإماراتي هل من مصلحة الكرة العراقية بقاء السيد راضي شنيشل على رأس الهرم التدريبي لمنتخبنا الوطني أم إقالة هذا المدرب والمجيء بمدرب آخر ربما يستطيع أن ينقذ ما يمكن إنقاذه خلال مشوار منتخبنا الوطني العراقي كيف يرى نجوم كأس آسيا 2007 ممن مثلوا المنتخب الوطني في منافسات ومناسبات كثيرة كيف يروى أوضاع المنتخب العراقي والأزمات التي افتعلت والأزمات الحقيقية التي مر بها وفد المنتخب العراقي في مباراة أمام الإمارات كل هذه التساؤلات وغيرها سأطرحها مع ضيفي العزيز نجم المنتخب الوطني العراقي الغزال الأسمر مايسترو خط وسط المنتخب الوطني العراقي الكابتن قصاي مونير مرحبا بك كابتن وهلا وسهلا بك في برنامج المشاهد الرياضي أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الديار وبالأخص برنامجك حياك الله شرفتنا اليوم شكرا لحضورك ونبدأ بمباراة ربما نتيجتها ما سببت المشاكل بقدر ما تلاها من أحداث تصريحات موقف إعلام متضارب انقسم الشارع الرياضي إلى قسمين مؤيد لبقاء سيد راضي معارض لبقاء سيد راضي حتى الأعلام ربما تدخلت هناك مصالح شخصية بطرح المواضع والطروحات نبدأ بتقييمك لمستوى الفني لمنتخبنا الوطني وانت مثلت المنتخب لفترات طويلة وفي مناسبات ربما كانت عصيبة أكثر وما تمر به الحالية بسم الله الرحمن الرحيم أكيد الكل منزعج من الأحداث اللي حصلت من خسار المنتخب يمكن الكل يعرف أنه منتخبنا الوطني هو الوحيد اللي ما يملل فرحة على جماهيرنا الرياضية هو العراقيين ككل يعني لكن بعد الخسارات اللي أعتبرها مخيبة يمكن كل ما كان يتوقع هذه النتائج رغم هذا يعني أيضا ليس فقط النتائج يمكن خاصة المباراة الأخيرة يمكن حتى الأداء ما كان موجود يمكن حتى كرياضة يعني لما أنت تقدم كل ما عندك في سبيل أنه تفوز وتأدي مستوى طيب تبذل مجهود في سبيل السعي للفوز بالمباراة تبقى تقييم وأنه أنت ما قدمت لكن عفو ردت تقدم وما قدمت وبالمقابل خسرت المباراة ولا أداء ولا نتيجة هذا الشيء المحزن نتمنى أنه كان كل الناس يمكن نحن نلتقي بهم أنه يتمنون أنه منتخبنا يقدم كرة حلوة يمتع الشارع الرياضي بغض النظر النتيجة ذا كانت فوز أو خسارة لكن افتقدنا اللي اثنيا النتيجة والأداء داخل الملعب بالنسبة للتصريحات اللي حصلت أنا أشوف يعني بعض منها قد يكون أنه لا الحق أنه يتكلم لكن حقيقة أنا شخصيا يمكن أن تقدر يقول أنه قريب مريت في هكذا تجارب هناك أمور يمكن ما يعلمها إلا أنه القريب عن المنتخب وبالأخص أخص أنه كارتر راضي هو بما أنه على رأس الهرم وهو اللي يعرف الأحداث اللي تدير ما بين المنتخب يمكن أن هناك أمور تحصل قد اللاعب غير جاهز قد اللاعب عند ظروف نفس ما ننسى أنه المشاكل اللي تحصل يمكن على مستوى أنه نسمع كثير من مشاكل تحصل في داخل الاتحاد وما يحصل داخل الفريق هذه قد تأثر على اللاعبين وعدم الظهور بالمستوى اللي نطمح إلى هنا فأنا مع يمكن أختصر لك وأقول أنه من بداية كلامنا أنه أنا مع بقى راضي في حال أنه ترك الحرية المطلقة لكابتر راضي أنه يعمل عمل هو اللي يشوفه صحيح ونعطي الفرصة والوقت صح اللي هالسنان قد البعض يلومني ويتكلم يقول كيف أنه أعطيناه وقت لا هذا مو وقت صح أنه قرب المباريات صح أخسر من المباريات معاهم أنه تجربة في هكذا تصفيات صعبة لكن ما ننسى أنه مجيء راضي في وقت أنا أعتبره صعب أنا ضد أنه مجيء راضي في وقت صعب لأنه بدء التصفيات اللاعبين الموجودين هؤلاء هم النخبة ظروف الدوري يعني طبيعة إداء الاتحاد الضعيفة بضضضضض هذه الأمور كلها ما تساعد راضي لعوامل النجاح صح يعني خلينا نفصل العوامل النجاح اللي هي ثلاثة نبدأ بالعنصر اللهم هو اللاعبين نوعية اللاعبين اللي اللي لعبت حضرتك للمنتخب الوطنيين في فترات طويلة نوعية اللاعبين كانوا يعني يشكلون فارق عند أي مدرب لذلك جي لكم أي مدرب آخر غير فيارة ممكن لو مستلم هذه التوليفة حقق نتيجة لأن نوعية اللاعب تختلف الآن الجمهور هم يتساءل يقول لك الخلل باللاعب طريقة استدعاءه طريقة إداءه بالملعب أم الخلل بالمدرب اللي ما قدر يوضب يعني تكتيكل تدريبي وطبقه عند اللاعبين لذلك السيد صارع يعني راضي شنيسي صرع يقول أنه اللاعبين ينطوني بالتمرين ينطوني بالتجريبيات مستوى أفضل مما يقدموه بالمباريات الرسمية وهذا حقيقة يمكن أنا كذا مرة أنه تكلمت حصل هذا الشيء إذا نذكر مباراتنا مع اليابان اللي خسرناه واحد صفر في اليابان يعني كرة شبه ضربة ركنية لعب فاول بعدت الكرة على منطقة الجزاء قوس الجزاء أجل لاعب اليابان وشوت بدون رقابة بدون وجود أي لاعب على هذه المنطقة فأنا تسني من سابع المستحيلات وأنا متأكد أنه كابتر راضي وليس دفاع عنه أي مدرب اليوم لما يجي يضع تكتيك ويضع واجبات على الصبورة أنه كل لاعب يعرف لكن أكو مشكلة أنه اللاعب لما يدخل بأجواء المباراة حقيقة هاي بعض اللاعبين ينسى ما ملع علي المدرب ما تدربه لفترة المنتج من قلة الخبرة أكيد من قلة الخبرة خينكونوا واقعين أنه اليوم إحنا أكثر اللاعبين ما تدرجوا ما لعبوا يعني على أيادي مدربين لهم الخبرة أو أنه التلمذوا لفترة طويلة يعني خينكونوا واقعين إحنا أكثر جيننا والأجيال التي سبقتنا تدرجتوا تدرجنا من الأشبال إلى أنه وصلنا إلى مرحلة الفريق الأول كثير من المدربين مروا علينا كثير من المدربين تحلمنا أنا دائما أقول أنه كنا بالفياد السنية رغم أنه ما كان التطور الموجود الحالي والانفتاح على عالم الرياضة لكن كانوا مدربين ذاك الوقت يعلمونك يمكن أنا أقول لك أنه أنا كنت لما كنت مع المنتخب وجود لاعبين وأسماء في المنتخب والناس تنظر لهم والإعلام ينظر لهم لكن صدقني كذا مرة أنا اختلفت مع لاعب من خلال أنه عدم معرفة أنه كيف يصرف داخل الملعب الوقفة مالتة تكون غلط يعني وقفتها أقول لك ليش وقفتيش يقول لي لا أمور التسوهيش قلت له زين أنا هاي الأمور اللي أتكلم بها أنا ما أخذها بالناشين وبالأشبال وبالشباب لأن كلهم متعلمهم وقفة في حالة الدفاع في حالة هجوم فأنت لما تيجي إلى منتخب وطني المفروض كل لاعب جاهز وعظم كلهم لما تكون أنت لاعب منتخب وطني لازم تكون على مستوى عالي وهذا اللي ما كان يحصل في السابق تكون لعب منتخب وطني يكون مستوىك عالي الفكري التكنيك المهارة كل شيء أنه أنت جاهز تبقى الأمور اللي يمليها عليك المدرب فقط أنه تكون جاهز لهذه الأمور لكن اليوم حقيقة ما نشاهد هذا الشيء هو أنا يعني بهالصدد أطرح عليك فتسؤال كابل فأنا أقول لك النوعية تختلف نوعية اللاعبين تختلف يعني تمثيل المنتخب كان صعوبه جداً أنه وجود نشأة، وجود قصي، وجود هوار، وجود مهدي كريم يعني النخبة اللي لعبته ضمن كيس آسيا يعني كان مو بسهولة تمثل المنتخب وطني الآن يبدو أن الجمهور طرح فدراي معين أنه استسهل اللاعب عملية استدعاء للمنتخب بالتالي تشوفه ما يقدم بالدوري ممكن ما يقدم مع المنتخبات العمرية لكن سهولة وصولها للمنتخب السهولة أنه يمكن اليوم أن نشاهد أنا حتى أقرأ دائماً ما أنا عندي صفحة فيسبوك بس لا أنشر ولا قليل التعليق بس أحب أنه أقرأ المواضيع اللي تنشروا هذه بعض الأصدقاء قد أنه تواصلوا إياهم أو أنه أعلق لهم على الخاص من خلال شوف شنو المنشر يعني شوف أنه كثير ترويج لأسماء لاعبين أنه ليش هذا اللاعب الفلاني ما يلعب منتخب ليش هذا المدرب فلاني ما يستلم منتخب هي مو بورصة أو أنه شتيت تصعد من هذا وتقلل من قيمة هذا هذا المكان أكيد نحن اليوم نشاهد أنه في اتحادنا يوجد إجنة فنية وإجنة منتخبات وكلهم لذلك ننظر على الأسماء كلها أسماء لها باح طويل أنه في عالم التدريب وفي لعبة كرة القدم فإذا إلهت دور وتاخد دورها الطبيعي فأكيد راح تختار الشيء المناسب وهذه خنقول أنه كنا نقول لسمعة بلد أنه أنت كيف أنه تختار مدرب وشخصية أو لاعب أو إعلامي أنه بهذا المجال أنه يكون هو أهل لذلك مو أنه مجرد أنه فلان يؤثر على فلان والفيسبوك شاهدنا أنه آلاف عدنا لعبين يسحبوا المنتخب عن طريق الفيسبوك أصوات أنه فد آلاف مؤلف أنه صوتت لسين أو صاد من الناس أنه لازم يكون يدور هنا عن طريق الفيسبوك وممكن يقتنع بسين أو صاد ويسحب المنتخب وهو هذا الجو العام فهو مع الجو يعني حقيقة يمكن أنا أكثر يعني من خلال أنه قربي واحتكاكي مع اللاعبين والناس الرياضيين أسمع وأشوف أنه أكثر الناس والمدربين بالأخص أنه والإدارات أنه مع الفيسبوك بوقتكم منه رواج القصيمونير بالفيسبوك أو النشئة أو الهوار أو لا أحنا الحمد لله أنه ما كان فيسبوك بس منتدى كورة وأنا شخصيا ما كنت أقرأ على يعني قليل يمكن بس قلت لك منتدى كورة لكن لا الفيسبوك ولا كثير من المواقع ما كانت موجودة لو كانت ذاك الوقت موجودة يجوز معروف لو نلعب لو ما نلعب كرة قدم زين يعني نوعية اللاعب اختلفت ربما التدرج نعم 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 أنه ما كانت موجودة في زمننا يعني لأنه احنا نفكر أنه نشاهد أنه يجون أشخاص حقيقة أنه هما يردون منك لما أنت أنت لاعب جيد قد يوم ما تتوفق بس أنه يجيون ينبهونك أنه اليوم أنت ما قدم الشيء لازم أنه تقدم فإحنا نعلم أنه هذا الشخص يعلمك أنه أنت اليوم ما تقدم بس عندك الأفضل فعليك أنه تزيد واتطور من وضعك حتى أنه تقدم أفضل ما يكون فكنا نسمع من كثير إذا كان شخصيات إعلامية أو مدربين يعني هواي زين يعني نوعية اللاعبين اختلفت بدل الفيسبوك نوعية اللاعبين اختلفت عملية استدعاء ربما تقع تحت تأثيرات نجع الركن الآخر والمهم والأساسي هو عمل اتحاد كرة القدم من أجل تهيئة منتخب ممكن أن يتأهل على كأس العالم هل وفر اتحاد كرة القدم عوامل نجاح للسيد راضش نيشيل وبالتالي من الممكن على الإعلام أن يقصوا ويتكلم بشدة وينتقد بشدة عمل راضش نيشيل هل وفر اتحاد كرة القدم أشياء ممكن تساهم بنجاح مهمة السيد راضش نيشيل والله أنا أشوف من الفترة السبقة كنا متواجدين أنا أشوف حال الاتحاد هو حالة كأي سنة أنه تيجي يعني طبيعي نفس الأمور إذا كان هناك تخطيط نفس التخطيط ونفس الأمور يمشي عليها كل شيء كنا نسمع أنه أول ما ينعلم المدرب أنه أكو هناك مباريات أكو هناك عسكرات وبرنامج لكن لما يبدأ أنه نقطة البداية نبدأ يبدأ أنه اللغة المباراة الفلانية اللغة المعسكر الفلانية عدم موجود أمور مادية فكل هذه الأمور رح تنحق حتى في زمنكم كانت موجودة موجودة في زمننا موجودة حتى من كانت الميزانية موجودة وبدون تقشف والوضع الاقتصادي البلد كان نوعا ما جيد لا وحما شيء موجودة نحن أكثر ترى المعسكرات كنا في ذاك الوقت أكثرها كنا رح يمكن إذا رحنا مباريات فعلى حساب البلد المضيف أو معسكر كنا أكثر أوقات يمكن كانت في قطر معسكراتنا أيضا تكون ضمن هذا الشيء على البلد المستضيف فهوائي أمور كانت بها تسييرات على أن يمر البلد والاتحاد بالأخاص بضائقة مالية فمن ذاك الوقت لهذا الوقت لا يجعلنا حل لهذه الأمور يعني أنت أكيد الأخطاء كل سنة وكل فترة أنه تكرر أكيد أنت كشخص يمر عليك نفس الخطأ أكيد لازم تصحح الخطأ ما ظل أنه تنتظر مثلا على قولتنا رحمة الله أنه شوكت ما الله يشمر لك أو أنه ينطيك أكيد أنت تعمل وتسعى للصح راح الله يوفقك إذا كنت أنت صادق في عملك وتنوى أنه تعمل شيء يعني الاتحاد بكونك لاعب منتخب وطني في ظل الفترة السابقة والفترة الحالية ممكن على القدمة السيد راس نيشيل ممكن أن يلامي الاتحاد أم فعلا قدم لما يريد ولكن قدر الله ما شاء فعلا أكو شغل أنه هو شوف دائماً الضحية المدرب بعدها يجي اللاعب بس دائماً بالواجهة هو المدرب حتى على مستولندية نحن اليوم نشاهد أنه مدرب أو فريق خلي نقول أو منتخب يخفق في بطولة أو في أي دوري إذا على مستولندية راح الملام هو المدرب محلق الله وغفيتم بس ماشي يدني قالت رئيس نادي فريق ما حقق نتاج خلال هربع هذا أنا اللي جايك أنه أنت ترى أنه هل المدربين اللي تتوالوا على منتخب الوطني أو أندية نذكر إذا وصلنا إلى أندية أنه نذكر الأندية اللي بدت تتغير مدربينها إذا نجي موضوعنا هو المنتخب يعني أنا المدربين اللي اتدربت معهم في رأيي كل اللي يدربهم من خيرة المدربين اللي قد مع فرق أخرى باستطاعتهم أن يحققون مع اتحاد آخر مع اتحاد آخر بالضبط بالإمكان أنه أنه يحققون ما يردونه أنه وصول البطولات أو النهائيات لكن الخلل واضح يعني أنت أكو أخطاء بالعمل وهذه الأخطاء واضحة وكل مرة تشخص وسنصحها وسنصحها لكن ما يصحها أي شيء وتبدي تتكرر هذا الشيء فأنا أقول أنه الأخطاء ليس بالمدرب ولا اللاعب أكو نسبة لكن النسبة الأكبر تبقى أنه اتحاد يعني نذكر من إحنا من نقول بعد الآلفين وثلاثة السلام للتحاد كابتن حسين سعيد ناجي حمود وأبعد المل عبد الخالق وما نعرف منه اللي راح يخلف لا باقين عدى بشرك يبقون ما طول سفر وإفادات وفلوس ورواتب يبقون ما يخالف السفر ينتهي السفر ينتهي ونفس الوجود باستغير بمساهماتك نحن نريد وهذا أنت النجاح يسجل إليك بس أنت ذاتي مجرد أنه وجودك على هذا فأكيد ما راح صدقني أنه كرتنا للأسوأ ومن الصعب أنه راح نشوفك يعني أنت احترفت بدول عربية ودول حتى خارج الوطن العربي الخامة موجودة لاعبين أكو اختيارات كثيرة يعني الآن السيد راضي شنشي اللي لديه في كل مركز أربع خمس بودلة نعم وكلهم مستوياتهم حالية مغتربين أو محترفين أو لاعبين دوري محلي المدرب موجود إمكانية وخبرة والسيد راضي شنشي اللي يمكن ما يختلف عليه أثنياً قبل تجربة المنتخب أنه من أفضل ومن خيرة مدربين الوطن العربي التأكيد الخلل راح يكمن بعملية إعداد الإدارة والتخطيط هو الإدارة إدارة المنتخب الآن ليش اللوم كله يصب على المدرب واللاعب وما شفنا فد مؤسسة فضائية أو إعلامية أو موقع للتواصل الاجتماعي أو فد صحيفه معينه انتقدت حمل الاتحاد اللي وصل المنتخب والمدرب واللاعبين وسمحة الكورة العراقية لما وصلت الهيلة أنا دائماً أقول لهم لعبة كرة القدم لعبة واضحة للملأ أنه لما تشوف أنت خلال تلفزيون أو تحضر للملعب تشوف أكو مدرب وأكو لاعبين يعملون فما بيها التخاضل أو ما بيها أنه نوع من الغش أنه هذا اللاعب ما الذي يلعب أو المدرب ينزل لك تشكيله اليوم الشارع رياضي كله يفهم لكن العمل إداري بيه كثير من الأمور يعني أكو ناس أنه يقول لك نريد نعمل نريد أنه ننجح بس هذا مجرد كلام فقط أنه نريد نعمل ننجح بس من تجي العمل الكل يعمل ضد نجاح هذا الشخص وموضوع المدرب قلت لك المدرب الحلقة لا أضعف مدرب أنه أكثر منتخب عربي آسيوي حتى على المستوى العالمي استهلك مدربين ابتداء يعني من من الفين واربعة حتى يومنا هو هذا اللي يقول لك يعني هالمعقول أنه هالا كلهم سيئين العكس مدربين كلهم مدربين متازين وحتى ذا كان لعدهم اخطاء فهي اخطاء طبيعية واردة في كرة القدم أكثر أفضل مدربين العالم يخطئون بعض الشيء في المباريات أو في البطولات لكن ولا بطولة أولا أنه فترة التصفيات أنه ما كان هناك أنه مدرب قادر أنه يتأهل ويوصل لما يريد فهذا أنا اعتبر أنه الأخطاء والخلل هو أنه بالتخطيط اللي داري والناس اللي معنيا اللي بالاتحاد هما سبب هذا الشيء فيقع الحمل وين مدرب خلاص مع الجمهور الجمهور عاطفي الجمهور أنه يشاهد أنه الموجود أمام من؟ المدرب ما موجودين أعضاء التحاد لا يظهرون بالتلفزيون ولا يظهرون أنه متوايدين دعما بسرير هموا بس متكريم يحضرون من راح يكون راح يكون مدرب الواجهة اليوم احنا نعرف العراب الشارع العراقي من شمال الجنوب يعرف أنه سيد الراضة هو مدرب منتخص فالضغط وين عراضي مثل ما يسير قلت لك قبل قليل أنه بالأندية المدرب أيضا المدرب ورئيس النادي يتنصله من الموضوع قالت المدرب راح يهدأ الشارع ويرجع الوضع الطبيعي ونرجع نعين مدرب جديد وهم ننتظر أنه ويصارت لي أكرم سلمان ويحي عنوان ويكثير ربما لهم العقد يلزم الاتحاد لثلاث سنوات ويكون مبلغ غرامة في حال فسخ العقد ممكن كان الاتحاد شرط الجزاء نعم شرط الجزاء نوعية الضغط اللي تعرضتوا له أنتوا جيل 2007 جيل الذهبي ولو أكناس الضوجة تقول 2007 جيل ذهبي أكناس تنتقص منكم على اعتبار أن صرتوا وليدي الصدفة واخدتوا كيس آسيا عموماً جيل 2007 أيضاً اتعرض لضغوطات إعلامية انقسم الشارع ربما الرياضي يحاول نتائجكم بس ما صار ضغط وانقسام وأكو إعلام موجه مثل ما دا يصير الآن خصوصاً بعد مباراة الإمارات وقيت لك أنت لما كنا نلعب أكو أداء أنت كرت قدم مراتي يمتعك متعة كرت قدم الأداء صح أنه النتيجة ضرورية أكو أمل بهذا المستوى وما ننسى أن التصفيات من بطولة لبطولة بدت تختلف نظام التصفيات يمكن إذا شاهدنا يمكن التصفيات الأولية كانت تصفيات سهلة يمكن فرح أنه حتى شاهدنا الأخوان يمكن كانوا موجودين في السحبة اللي حصلت الجبار يمكن كامل وضحكة لسهولة المجموعة ومع ذلك تهنى بصعوبة بعدها أنه رأساً تنتقل مجموعتين ويابان وإستراليا وإمارات عندك أمل يعني الفرق أنه تباريها كلها وتلعب على شكل دوري وكان أكو أمل فهذا اللي أنا أعتبر أنه الضغط الكبير اللي صار على المنتخب حكس إحنا كنا كنا بين فترة وفترة تلعب تلعب تصفيات أولية وبعدها أنه تنتقل همين نشوف مع مين وبعدها نظل ذهاب وإيابي فترة معقدة كانت يعني غير عن الآن فهذا أنا أشوف الحمل الأكبر اللي صار مثلاً على المنتخب إنه كيف ما تأهل أنا أشوفها كل سنة تكون بيها سهولة حتى إحنا فترة من الفترات يمكن آخر تصفيات اللي لعبناها كانت خسارتنا يمكن مع قطر كانت واحس صفور كان يفيدنا التعادل أو الفوز كان يفيدنا التعادل بس تعرف أنت نتيجة التعادل والفوز تلعب أكثر من احتمال شوية تشكل لك أربك أكثر لاعبين يعني نوعية لاعب أنه كان أضمن التعادل لتراخل لتراخل وبالعاكس إحنا ما تراخلنا بذاك الوقت لعبنا وأدينا بس سبحان الله عكس اللعب بالتراخل تضارط يجي أنه يجيك هدف عكسي فهذا اللي حصل فكانت أنه اللاعب الموجود أولاً قلنا نحن نوعية اللاعبين اللاعب اللي موجود هو لاعب استحقاق أنه متواجد بالمنتحق ويقدر أنه يقدم أكو منافسة أكو منافسة أكو منافسة بقيتها سعد عاطية كان لاعب صغير فقال له له كان يبحث على أنه أشباه وسط طوال فقال له له لعب طويل سعد عاطية يجي بالزوراوي فأذكر الحادثة أنه داز يمكن معاد إبراهيم راح شاف الرجل كنا أولمبي يجي قال له كنت نخوش لاعب فما ما مشه بكلامه مع العلم مساعدة وكله ثقة ثقة بي يعني انتظر إلى أن سبحان الله مباراة الطلبة والزوراة في ملعب الشعب كنا حاضرين كان تمريننا وراء المباراة الشعب سعد قال له ما أخوش لاعب قال هم بلغون ويلتحق بالمنتخب فتبلغ ومع لأنه أكو لاعب ثاني هم كانوا مكلمين عليه بس هو شاف بعين أخت نعب هذا لاعب سعد حسا ما شاء الله على الفيسوك حسا لا أربعة خمس مواقع تتروج نعم خارج كابتن الفاصل نرجع بعده نكمل كيف يتعامل الإعلام مع هذه الأزمة بعد مباراة الإمارات مشاهدة الكرام فاصل قصير نكمل بعده الحوار مع لجم المنتخب الوطني غزال الأسمر القصيمونير وقامنا أهلا بكم مجدد المشاهدة الكرام مرحبا بكابتن مرة أخرى وشرفتنا في ستوديو والله إشهد لك الإعلام سلط نوع من الضغط ربما أكو قسم منه مقصود وأكو قسم منه غير مقصود أكو يعني قنوات إعلامية مؤسسات إعلامية ضغطت من باب الحرص من باب التصحيح من باب الانتقاد البناء وأكو على الطرف الآخر قنوات ربما شخصنة الموضوع يعني مقدم برامج عندي مشكلة ويا راضي بدي تعكسها بمستوى الانتقاد عندي مشكلة ويا على عبدالزهرة كونه كابتن منتخب بدي تعكسها عندي مشكلة ويا الحارس عندي مشكلة المدافع وهكذا في زمنكم أيضاً أكو ضغطات إعلامية وصارت حتى مشاكل إدارية بس الإعلام نوعاً ما كان ما ينتقد بالطريقة اللي ينتقد بيها الآن وشخصنة الموضوع وصلت مرحلة إلى إساء إلى إسم الكابتن راضيشتينشيل إلى إسم اللاعب على عبدالزهرة إلى أسماء كثيرة داخل المنتخب أولاً هو حق مشروع أنه الإعلام يتكلم ويبين أنه للناس أنه ما حصل داخل المنتخب لكن اللي شاهدنا ومثل ما تفضلت أنت أكيد حصلت كثير لكن ما نقول للكل أنه هناك ناس مهنيين وناس محترمين يحترمون المهنة والعمل الإعلامي أنت من حقك أن تنتقد إذا ما قدمت أو ما وصلت بالعمل أنه المطلوب لكن ما لأنه تكون شغلة شخصية أولاً الكابتن راضي واللاعبين وكل الناس اللي تعمل داخل المنتخب الوطني هم ما يمثلون شخص ولا يمثلون أي جهة معينة قد ما يمثلون هما المنتخب العراقي نقول منتخب العراق ما يمثل شخص معني فأنت لما تشخص على شخص أنه تجي إذا عندك مشاكل ممكن ما تعكس بي في غير وقت أو في برامج أخرى تقدر أنه بس ما تجمع أنه على أنه اليوم راضي ما توفق أنه في المنتخب الوطني راح أنه نلزمها هذه أو عندي خلاف مع راضي في موضوع آخر أو عندي خلاف مع لا راح أطلحها أنه في وقت أنه خسارة المنتخب لا بالعاكس أنا الناس دايش أحسهم أنه أمينين يشتهدون يلعبون يأدون عقيد أنت ممكن للناس أنه أن يكونوا واقعين يوم أكو شون أقل لك أنه مثل ما تفضلت أنت المشاكل اللي دير ما بين بالمجتمع العام أنه الحياة العامة يعكسها أنه بالمنتخب أنه أنا قثة أكثر من مرة أنه أكو ناوس حتى أنه فرحة أنه حتى على المستوى مدربين ولاعبين أنه منتخبنا أنه خسر هو فرحان ليش؟ ما أعرف أنه شنالي راح يستفاده راح يجنيه أنه إذا خسر المنتخب فما أعرف هذا أعتبر أنه عدم ولا عدم حبل بشكل عام بعيداً عن أصوات النشازي اللي هنا مهنا بشكل عام الإعلام تعامل مع الموضوع بمهنية بشكل عام لو يعني ربما أخطأ الإعلام في مرات كثيرة بتشخيص الأخطاء اللي ممكن يستفيد منها الكادر التدريبي وتحديداً سيد راجش نيشي يعني ما أقدر أجزم أقول لك الكل لكن البعض ممكن عمل على أنه اللساءة والبعض لا البعض وقف لأنه مهما يكون أنه هذا منتخبك وهذه الشخصيات اللي تمثل منتخب إذا قلت لك راضي والفريق فهم ليمثلون لكن تبقى التوفيقات أنه راح يعمل شيء توفر له نحن قلنا بداية كلامة أنه مو فقط اللوم نرمي فقط على الكادر التدريبي واللاعبين لأن اللاعبين أنا متأكد أنه ماك لاعب اليوم يحب ما يحب يؤدي ولا مدرب اليوم يحب يخسر لكن وفر له أنت زي أنها السمو قد يقول لك أنا وفرت بس إحنا ماشي جاي نشوفه على وقت الحال أنه تحكر أنت بقدر وفر عامل النجاح والدليل أنه لعب المنتخب الوطن العراقي مع عمال هنود بماليزيين وهي يعني فد فد مباراة كنا فادت السيد راليس نيشي أو لعب المنتخب العراقي مع نادي الأهل القطري في حين قطر تلعب مع روسيا استعدادا لمباراتها أمام الصين نعم هاي المعانات هي شوف لا يعني مولدة اليوم حتى بوقتكم ما صارت نلعب يا عمال ما الشركات الموضوع أنه أنه المباريات القوية يعني أنت ممكن تخسر أنت إسا بالحالتين أنت جاي تخسر حتى بالتصنيف أنه بدأ أنه تصنيف أنه يعني يوم عن يوم للأسوأ لكن لما تخسر أنه مع فرق كبيرة أكيد الفائدة بها إليك يعني ما تخسر مع فرق أنه مستواك أو أنه فرق أقل من مستواك تخسر معها مشكلة تسبب لك بس لما تلعب مع فرق أخرى أخسر بس أنت جاي تستفاد قد أنه مع هالفرق اللي مستواك أقل منك أعلى منك راح أنه تفوز عليها تتوفق بس ما المعنى أنه تلعب وتخسر وبدون ما أنه تحقيق شيء أو تلعب مع أندي ما محسوبات كذا مباريات أو مع دول مع عمال أيضا همين يعني ما هذه أيضا راح تتقلل من قيمتك سائل سائل تاريخ كرة القدم العراقية كابتن الكل يعلم أنه الأساس المنتخب الوطني عندك دوري قوي أكي عندك منتخب قوي نعم التوليفة الاعتمدها سيد راضيشتينشي المختربين يعني مخترب خارج العراق نعم محترفين في الدوريات العربية وحتى الأوروبية نعم ونوعية اللاعب المحلي شفت أكو فد فارق فني وانت زامنت لاعبين مغتربين لعبت مع مجموعة منهم شفت أكو فارق فني بين اللاعب المحلي العراقي بين اللاعب المغترب اللي خلينا ممكن نضحب اللاعب المحلي ونستقطب مغتربين والله أنا اتكلمت يمكن أكثر من قناة قلت ضد هذا الشي انه حقيقة قلت مو دفاعا عن اللاعبين المحليين بس لكن انه أنا هذا حق يقال انه انت شاهد اليوم على ضعف وامكانيات الدوري المحلي لكن اللاعب اللي استحق واللاعب اللي عنده موهبة وامكانية واضح ومبين يعني انه للناس الرياضيين فانا في رأيي كنت اقول انه يفضل انه يكون اللاعب المحلي متواجد بالمنتخب افضل من اللاعب المغترب اللي تسمع عنه ولا وما مشاهدة على مسوقوا بعض المستفيدين يعني تسويق عن طريق المواقع عندنا واحد من المستفيدين يجعنا من المانيا لم ثروة كبيرة من خلال تسويقه لبعض اللاعبين المغتربين فاذا عن طريق انه التسويق من خلال انه السيديات ولا كثير قد انت لاعب يجيك سيئ بس انت مباراة واحدة يجوز مرة في السنة انه يجيب لك اياها هذه المباراة انت تشوفها لكن لما تشوفها عن قرب وهذا اللي انا قلته انه يحتاج انه تشوف اللاعب عن قرب يمكن اليوم احنا نشاهد كثير من مدربين المنتخبات الوطنية يسافرون لدوريات يمكن تشوفها مدرب منتخب المانيا اكثر من مباراة شفتها يمكن راح يتابع لاعبينه مستوف اللاعب شوف اللاعب انه هل هو بالضبط انا ما اريد نوصل هاي المرحلة ولا اريد المدرب يسافر لكن هم اليوم موجودين عندها في دورية لا سفر اختصاص لعضاء الاتحاد لا انا كمدرب ما لي علاقة بعضاء الاتحاد اختص على المدرب متواجد ويقدر يتنقل انه بالدوريات ويشاهد من الافضل من ما انه تجلب اللاعب حقيقة انه قد هذا اللاعب ما يتقلم معاك ما نقول انه اللاعب مو جيد ولا اللاعب انه بس يا اخي هذا اللاعب تعلم على اجواب وعلى طريقة غير عن ما طريق اللي انت تعامل بيها والتعامل هذا لما يجيوا يتأقلم يمكن انا اتكلمت كذا مرة انه على موضوع جيستن يسألوني دائما بالشارع والا اعلام انه جيستن شون شاهدت جيستن اقولهم لاعب جيد وانا شايف اللاعبات في الدور الأمريكي لكن هل هذا اللاعب انه يفيدني بالمتخب ما جاي يقدم لي بالمتخب فانا ما انتظر انه لما نجز بعد سنة بعد سنتين يتأقلم ويعيش الحال أنا عريد لاعب وخاصة انت لما تقول المعترف لما كنا محترفين لما تجي انه تجي جاهز ما تنتظر ينتظر منك انه تكون انت موزين وتصاعد مستواك لا هو انا تجيني مباراة مباراتين نحن مباراة مباراتين تجيني فانت لازل تجيني بقمتك ما انتظرك فاللي صار انه يجي اللاعب المعترف المخترف شي يسمونه حقيقة ما استفاد من المنتخب بقدر ما انه كان مجرد انه وجود مع المنتخب صح ما قلل من قيمته في دورية فيها ربما في دورية قدم هم اغلبيتهم كاب تلعبون دوري درجة ثانية كالمنتخب ما قدم شيء فانا شوفك اللاعبين حقيقة محليين مظلم 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 هو الاستفاد من هذا الموضوع الوحيد المستفيد الوحيد هو السمسير اللي يسوق اللاعبين المغتربين وجمع بهم ثروة ومسافر للمانيا حتى ما ذكرنا عراق نحن نعتمد على ناس خارج العراق تحيش او نعتمد على ناس انه اليوم كثير عدنا ما استتكلم عدنا لجنة فنية عدنا لجنة منتخبات عدنا ناس فطاح عند قناعة تامن اللجان بالتحاد تعمل ملجان صوريين بالضبط عدنا مدربين يعني لا لا انت عندك قناعة انه هاي اللي جان تعمل انا كاشخاص كمدربين كلهم ما شاء الله انه مهم اشخاص واسماء وصيفيات لكن ما يخذ برأيه اذا ما يعمل خلال خلال وناس جاي على مون تاخذ راتب راسي شار وتشطب يوم وتاخذ هذا الراتب خليك ادن ننتقل الى موضوع مهم الى صلة بمسيرة المنتخب الوطن العراقي اكو اخطاء فنية رافقتكم من كنتوا لاعبين رافقت المدربين وبدوا يصحوا الجمهور هم يشكل على السيد راضي شنيشل انه من لعبة استراليا الاولى حتى لعبتنا الاخيرة مع مباراة الامارات يعني نفس الاخطاء تكررت حقم هجومي اكو ارتباك دفاع خط الوسط في جميع المبارايات ضايع بالنسبة للمنتخب العراقي هل من الممكن خبرة امكانية سيد راضي شنيشل الفنية ما شخصت هذه الاخطاء؟ لا من السحيل والدليل انت شوف يمكن اكثر الناس تلوم مكاتل راضي انه كثير التغيير بالتشكيلة فعلا فهذا انا في رأيي انا اشوف يعني انه وكنا سمعنا وعرفنا انه استقرار مطلوب انت اكو خطوط واكو مراكز في التشكيلة من الصعب انه تتلاعب بيها لكن لما انه تجي انت وشوف مثلا هذا اللاعب مباراة شكل والاخر شكل بالتمرين على ما يقول هو الكابتن انه التمرين والمباراة ودي يعطيك شيء والمباراة الرسمية غير واحنا عارفين هذا الشيء كثير اكو لاعبين في التمرين نشوفها قمة العطاء والنشاط لكن الشركة فيه مباراة من الصعب انه يقدم لك مثل ما في التمرين لانه خنكن واقعين منتخب اجواء المنتخب مستوى عالي غير عن ما بالدوري اللي يلعب اذا كان دوري محلي او دوري محترف انا كنت احس مباراة المنتخب غير اجوهة انت لاعب لما تيجي ما تفكر انا اجوز العبات في الدوري والله اروح لها جدا مرتاح بس انا اروح منتخب لا مسؤولية احسب الهمية حساب كيف اليوم انا افوز بس اكو لاعب لا فمسؤولية فهذا القصد انه الى اقل لك بي يعني خليستثمر ما تبقى من دقائق البرنامج باسئلة سريعة واجوبة مختصرة اذا سمحت لي كابتل تعتزليت؟ والله تقريبا ليش؟ يعني سبب اللي صعبة بس بيك لعب انت؟ والله العب انا بس مو بس انا شنو يعني اقدر العب انا هسا الان بس اه المشكلة لما تلعب لازم تكون بالصورة اللي الناس تدعرفك بيها ما تلعب وتكون يعتبوها انا اعتبرها ان تكون عالة على الناس كناس تضرب ابر موضعية وتنزل تلعب؟ هذا هو الى النفس بالعاكس انا الصحتي اهم اكتفيت من كرة القدم؟ والله اشوف اقول لك شي يمكن الان الان الوضع العام لو اكو شي بي انه نظافة عمل غير كرة القدم كان ما تقرب كرة القدم وسط الكرة وتلوث؟ كثير اكو فريق جماهيري اراد عليك ان تلعب له خلال موسم الحالي بس مدرب الفريق طلب تقعد يا رئيس رابطة المشجعين؟ يعني هذا وهي المعايير اختلفت يعني انت مشكلة انت انا اعرف انه ما اللعبت وهس راحة بطل انه كرة القدم انا لاعب وين دوري؟ دوري انه انا اجي من البيت ادخل الملعب اتدرب اتعامل مع المدرب والاداريين اللي داخل الملعب بعدها ارجع البيت وهذه حياتي انه شن اللي يطلبه من المدرب اسويه عد نفسي الى يوم المباراة شن الاجواء اللي اقدر اعملها اسويها بس مو من دوري انه انا اجي اجلس مع جمهور ولا مع شخص يعني معرف يعني خارج النادي والله مشجع نادي حتى ذا عقد مو من دور ولا لايق انه بيه ولا بأي رياضي يعني لاعب انه تجلس انا اعتب على كثير من اللاعبين اليوم حتى لاعبين اليوم انه يجلسون مع مو تقليل من قيمة اشخاص الجمهور بس هي اكو مركزية انه تكلاعب اطلب الزورات اتنينة واربعين مليون ليش ما ينطوك ياه والله يوعديننا وهذا الوعد اوعدك بالوعد وبعد ما زقيك ياك اماه يومية اتصال ويومية كذا وراح تجينا فلوس وراح تجينا فلوس وتجي الفلوس وتنوكل وتروح وما نعرف انا ارضت عليك اعمال خارج عراق ليش فضلت البقاء في بغداد هي هاي المشكلة اس احنا خافنا نتكلم بغداد مشكلة لا المشكلة انه خافنا نتكلم اقول اقول لك هذا وطني وهذا يتعي بيها وهذا الحمد لله اكو اروض ان ارضت لك دول قطر نحدد دول الخليج حتى دول خارج عراق اروبا مو السويدة الحمد لله انا الحد الان يمكن قبل العام او قبل بداية الدوري كان عندي عرض ضمن امان والبحرين انه العب بس قلتم لا ما اقدر انه صعب انه رجلي وكذا واذا يمكن غير يروح على بالتك يضرب ابر ويكمل زين شبقاك ببغداد والوسط الكروي ملوث وتشوبك كثيرا من المشاكل كان كل امل انه الوضع عسى يوم انه يتحسن بس سبحان الله يومية للأسوأ اعتمدت فيديوم على احزاب خلال مسيرتك مع المنتخب؟ لا لا انا بزيما صدام ما اتميت زين اكاديمية بغداد سبورت ولا انا رجال امشي صب الحائط اكاديمية بغداد سبورت لرعاية البواهب مشروع للكسب ام مشروع لتحقيق ذات قصيمونير خصوصا انه في الصغر منذ نعومة الاظافر ربما لم يجد قصيمان يحتضن ليكون لاعبا لكن يعني بنا نفسه بنفسه وبالتالي مشروع اكاديمية بغداد سبورت هو انحكاس لواقع طفولة قصيمونير والله شوف انا من كنت العب بعدنا كنا نلعب يعني مو انه حتى عمارنا بقى صغيرة كنا نتكلم بالتدريب وهالامور يعني من زمان انه تكلم حتى كانوا شباب اصدقائي يقلوا لي قصي اذا دربت بس بعدين انه عرفت يعني اكا امور اختلفت انه اذا دربت لا تدرب صغار بالعمر بايما من اشبال puede اونائشنا هادى ليش قلتهم ليش قالوا لي المشكلة اذا ادربت صغار واحتم تحسى الشريحة يور أنه مدربين انه دولا فأات عمرية فأات عمرية خلاص بس أنا كنت موافقهم الرأي يعني رأيهم أنه ما أدرب هاي الشريحة بس تيز حقيقة بعد هاي الظروف والوضع اللي يدي يصير يمكن أفضل التعامل مع الأطفال أفضل أفضل ولما أنت تكون نجم واللاعب ينظر لك ويحترمك وش تريد أنه يطبق لك الملعب وخي نكون واقعين بعد أكثر اليوم يمكن مجتمعنا يعني ينتقص يعني لهيش عمل يمكن نشوف لاكو دور فات سنية اللاعب اليوم أجواء يعني اللاعب يقدر أنه اللاعب الشاب واللاعب حتى لصغير يقدر يطلع عن طريق هواي أمور مشاكل تحصل له لكن لما تلهيب كرة قدم أنا واحد من الناس يمكن لوما كرة القدم يمكن الاتجاية الغير أي طريق يمكن والأخوان اللي كانوا معاي يمكن كنا منطقة شعبية وتعرف مناطق شعبية كتير تحصل بها المشاكل من أي دعم لك أكاديمية؟ ما عندي أي دعم أنا وأنت حضرتك مطلع علينا يعني الفكرة انطرحت وبدينا أنه نمشي أنا تمويل من عندي بالإضافة للإخوان اللي موجودين يعني تمويل بسيط احنا ما نقول أنا أقول لك وبالنسبة للأرباح المالية وتقول أنت بالعكس أنا اشتراك هو اشتراك يا دوب أنه يسد الأمور التجهيزات اللي أنا اشتريت أنه اللاعبين زي مو بطران تصرف ملايين من الممكن من مئتين إلى مئة وخمسين شخص ده تطلع لك ما هو بين ثلاثة يعني اللي ينظر الآن للموضوع صارف لك بالخمسة عشرين مليون ده تطلع لي ما هو بين ثلاثة يعني هذا عملي هذا بعد أنا مثل ما يقول دخلت بهذا العمل ها فلوزك كويه؟ لا لا بالعكس نجوز منش التلعب زي اللي نحن غياضين ما عندنا لا تجارة ولا شي اسمه يا دوب اللي قدرنا أنه مشتري أنه تشمشين شغل به بس بس ما لأنه كتجارة وهذا لا بس هذا العمل أنه فق عملنا وانت خنكون واقعي أنت هذا العمل وهس كثير الناس دخلت عليك أنه تريد تعمل بهذا الشي يعني هو مو شغلته يعني يعني ما عرف مثل هس حال حال أنديتني يعني كثير الناس دخلت علي صارت موضع أنه يعني ليك مش ثلاثة أربعة وسوال أكاديمية وسوال مدرسة طبعا عمل جزء الناس تسمع يقول لك أمور مادية أنه هذا الغاية من الربح لكنه أنا أقولهم بالنفس الوقت أنه صديقني لها مسألة ربح خسارة والتعب والجهد والتعامل مع أطفال صغار يعني غير عن ما يتعامل ناس كبار يعني أنت أبصد شيء موضوع التبليغ تبلغ أنا أبلغهم قبل لا أبدأ التمرين ومن ينتهي التمرين أبلغهم على التدريبات مواعي التدريبات وعلى الصفحة الشخصية أيضا أبلغ والتليفون تبلغ وكل هذا ويجي يخلص التمرين ويجيك يتكرر يروح ويجي هذا قالتني شوكيته هذا أنا أبقى ومنتظر بالساحة أنه كلمان يجيك لازم تجاوبه ولازمات فتعامل صعب فبما أنه أنا هذا مهمتي وعملي فعلي أنه أتحمل وحبي اللي لعبتك وتبقديم منتوقف بالساحة تتذكر ذكرياتك وتشوف نفسك بهذولا اللي ملبسهم التجهيزات وتقول يعني هذا العمر هذا ما كان عندي دريس ألبس ما كان عندي شورت ألبس ربما الوالد الله يرحمه يعني كان يركز على موضوع الدراسة وضد فكرة أنه تكمل كونك لعب كرة قدم فتحس نفسك وذولا الأطفال تتعاوب أيام زمان؟ أكيد وقيت لك هذا يكفيني أنه أحتضن اللاعبين وأبعدهم من كثير من أمور مثلا لما يجي وشاهد نجيم وتكلم معاه وشاهد مثلا كابتن حبيب كابتن علام مصعب تيسير عبدالحسين كابتن ليفي شاهدهم الأخوان اللي معاي بالاكاديمية أكيد يفرح يمكن قد هذا اللاعب ما منتمل أين هذه جزء متواجد فقط بالمنطقة الفرق الشعبية المناطق اللي تحيط به بس لما يجي ويشوف أنه أكو تنظيم وكو مع لاعبين أنه نفس الأعمار وشي مرتب ونظامي وتعطي التمارين جزء ما مرى عليه كل هذه الأمور تحفز أنه ما رح يكون غير عن باقي الأطفال غير عن باقي المتواجدين في منطقته يروح يفتخر أنه هذا يوم يدرب معه فلان يوم أنا مسجل فيه أكاديمية فلان أيضا أهله فكل هذه الأمور أنا في الحسبان يعني أنا من أنتدب أنه هكذا لاعبين وبعد فترة من الزمن أنه راح يصبحون نجوم فأكيد هذا مفخر أنه تكون ماضي على يعني حسب علمي محافظات كثيرة طلبت منك تفتح فروع الأكاديمية ليش يعني تحديدا بس ببغداد والله أنا طموحي أنه توسع بس تعرف الظرف الآن وخنكون واقعيين أنا صح إلي الرغبة لكن ويطرحون عليك كثير بس قد البعض الناس اللي طرحت علينا يجوز الغاية منها مثل ما تفضلت غاية مادية إحنا خنكون واقعين صح بدينا هذا المشروع وخلينا وضعنا اشتراك لكن أنا مستقبلا إذا أنه وقفت الأكاديمية على وضحها الطبيعي على قدمها أنه قدرت أنه تظهر للعالم وأصبح إلها في التمويل إذا قدرت أنه معارفنا بطريقتنا أنه فجهة معنية أنه تتعامل مع هذه الأكاديمية بنوايا صادقة وليس الغاية منها أنه الترويج الإعلان بالنسبة إلى الشخص أو جهة معنية فدعم المشروع يعني فدعم المشروع فذلك الوقت حتى ممكن الاشتراك يجوز في شيء رمزي يصير إذا ما يلغي بالكامل يعني أنت ما تعرف أنه أكو مدربين رواتب أكو تجهيزات أكو مستلزمات أكو الشرب ما عصير هاي الأمور هذي كل هذي مصروفات كل هذي من الاشتراك يعني فليس الغاية أنه مثل ما يصورون الناس أنه غاية ربحية وتجارية جيل 2007 من اللاعبين أصدقائك فاتحتهم يدربون في الأكاديمية ما اعتمدت على ناس مدربين تم دراستهم يعني عمرهم كونهم مدربين شباب لتاريخهم تعاملهم مع الفيات العمرية والله أكيد أنت تختار طبعا تعرف هذا لاعب صغير أمانة يعني لما يجيك لاعب يعني خنكون واقعين يوم مجتمعنا مجتمع متعب والوضع الأخلاقي خلنا ندخل أوضح صعب لما أنت يجيب طفل ويخلي عندك أنه الدربة فلازم تكون سمعتك وهذا شرط أنه أنا دخل الدورة تسير لازم يكون مدرب ذو سيرة حسنة في التدريب خاصة بفئة العمرية يقدر اللاعب الكبير غير يختلف لأنه عابر هذه المرحلة لكن كطفل يكون مدرب لازم سيرة حسنة لازم يكون مدرب وقادر أنه يتطبق للاعب الصغير يمكن اللاعب الصغير تعرف لازم يتطبق وما تحب الموضوع أنه فنيا وتربويا كل هذه الأمور ويفضل أنه يكون حتى لو ما كان نجم لكنه يكون تعاملة جيد مع اللاعب يكون صبور مو يكون نوع الجاف مع التعامل لأن هذا طفل راح يكون كثير الكلام كثير حركة تصرفاته الجزء ينقل لك تصرفاته مع البيت كيف يتعامل أو في الشارع فكل هذه الأمور لازم تحتويها وتتعاملوا إليها برحابة الصدر وتكون مثل أبئلة قبل لأنه تكون مدرب مزيد يعني خلال هاي الفترة الطويلة تعاملك مع مدربين كبار تعاملك مع يعني عندي احترفت بيه في قطر في الإمارات في السعودية احترفت في اليونان صح؟ ما اكتمل يعني تترى ورجعت أكتمل كانت فكرة احتراف شي نحتاج للمنتخب العراقي نعيد موضوع التصفيات شبه عيسنا من النقوة بس شي نحتاج على المودة نعيد هيبة الكرة العراقية بتواجد الكادر التدريبي سيد راضي شنشير ومن يعمل معه وبنوعية اللاعبين المتوفرين لها هي اشوف انتما تفضلت انه الان احنا خلاص خلي ننسى نكون واقعين وننسى حسابات انه نتأهل قلت بعض الاخوان اليوم قال انه بعد ان امل ثالث وقلت له لا انسى حتى موضوع الثالث صعبة جدا صعبة لانه انت الفرق الاخرى ايضا جاي تفوز وجاي يوم تتعالى الفرق النقاط يصار من اللي يضمن انه انت تفوز مباراتك القادمة فهمنا الصعب لكن علينا انه انه نترك هذه للنسيان لكن نتبقى المباريات انه علينا انه هذه المباريات انه نأهل لاعبين ونعد فريق وللمستقبل تكون خطة ما بين اتحاد والكادر التدريبي لانه حقيقة انه نشاهد انه بعد منها الاربع سنوات اخرى يلا انه تكون هناك تصفيات علينا انه نعمل من الافضل ومن الاجدر ومن العمر اللي يكون قادر انه شارك بالكاس العالم القادمة انه بعد هذه البطولة انه علينا انه انعد اعداد صح وانه يقدر انه للسنوات طويلة انه يكون مع المنتخب وتكون خطة مدروسة واضحة لخدمة ليس لمصلحة شخصية ولا انه نترك هذه الامور كلها يعني مسألة اندب العمل في جهة وحدة ونترك انه مثلا راضي وهو راضي يكون بالواجهة فقط لا هما الاتحاد والكادر هما اللاعبين وهذا اللي يصير حتى مع مستوى الاندي هاي فريق يقصر رئيس النادي ما يبادر انه يعني يستقيل على اعتبار هو فشل في اختيار المدرب لا اللوم والعتب يبقى على المدرب جيل 2007 جيل يعني ذهبي في كل المقاييس بالنتائج بالمستوى بطريقة احترافكم بطريقة نقل صورة طيبة عن كرة القدم في العراق بالدول اللي احترفتوا بيها او كنت اواصل ببيناتكم من قطعت من بحالة مع اللاعبين لا لا موجود بس تعرف انه نشأت يونس هوار جلت صال لك مشايفهم مخابرهم لا لا هوار يمكن اخر فترة بالدورة التدريبية وما كمل حصلت لظروف التقنا ونشأت قبل هم فترة قصيرة كانت صال يمكن ارسلي تانيها حتى ذات شوفونا موجودة على الصفحة بناصبة الأكاديمية بناصبة الأكاديمية وسلام شاكر يونس نفس الشيء فعندنا تواصل متواجد بس تعرف واحد حكم انه العمل والبعد ممكن نشأت في دبي يونس في كاركوك وسلام في نفس الشيء يعني لكن الحمد لله متواصلين انتهم بيتوتي ما تحب تطلع والله يا أخي وين تطلع ما تقول وين تطلع على الأجواء اللي متكهرب ومجتمع تشوفها يعني ما عرف شو وصفة يعني يقول لك علي يعني الصعب فالأفضل انه واحد على قولته انه يكفي خير شرع ما عرف شون يقولوها تقعد بعيد عن القال والقيل يمكن اليوم مجتمعنا صعب انه خاصة بالرياضة ما تجلس مجلس رياضة فلان كذا فلان كذا فلان كذا بس التسقيط هو اللي بدون انه احنا كرياضي يمكن تقعد جلسة شنري نستفاد من هالجلس هاي انه هل نصلح رياضة نصلح لاعب نصلح كذا لا بس انه علينا نسقط اذا منتخب كنا نسقط اذا ما نوقف مع الشخص فهذا اللي صير فعليك انه تتكتر وتبتعد عنه كثير من الناس يسألون السؤال اقولهم لا خلوني جالس ببيتي احسن تحبكرة القدم اكيد انطتك انطتك تقدل اخذتها منك اقول الحمد الله يعني انطتني اخذت عمرك وصعبات وصحة وغربة مقابلة عبضتك شي الحمد الله هاي حب الناس ما قل لك كم صورة تقبل اليوم ويالمعجبين ما عيد بس يعني هو اكو صديق مقرب لك المصعب عباسي نعم يقول تبتلي تطلع ويقصة السوق تبشي ميت متر لاني طق اربعمية صورة لا لا مو اربعمية بس الحمد الله هي هاي واحد كسبها حب الناس الي انه تكفينا هاي تأكيد ومحزتكم انجازكم سمحتكم الطيبة لازالت في قلوب كل الجماهير الرياضية انا عرف انت مشغول لكن اشكر حضور احضرت خصصتن جزء ثمين من وقتك نبارك لك شهادة سي ايوه المدرب القادم ونبارك لك افتتاح اكاديمية بغداد سبورت لرعاية المواهب اتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا غزائنا لأسماء القصي منير شكرا جزيلا وبالتأكيد الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن اصغاء وكرم الاستماع استمعنا الى ما قال الكابتن قصي منير حول مسيرة المنتخب الوطني والأحداث التي ترافقت مباراة الامارات شكرا لحسن اصغاء وكرم الاستماع هذا انا رياض هادي وحييكم في امان الله اشتركوا في القناة